السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح كيفية حل جميع مشاكل بلوتوث فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة شباب جدا بسيطة كل عليكم تسعبون الشريط هذا وتروحون على خيار الاعدادات من هنا يا شباب في هذه الواجهة تنزلون شوي تحت لين ما تحصلون خيار التطبيقات تضغطون عليه فمن هنا يا شباب تروحون على البحث تكتبون بلوتوث اذا ما ظهر معاكم تضغطون على الثلاث شرطات هذه وتفعلون خيار اظهار تطبيقات النظام تضغطون موافق الان ترجعون على البحث تكتبون بلوتوث فلو تلاحظون ظهر معانا بشكل مباشر نضغط عليه الان من هذه الواجهة تنزلون شوي تحت لين ما تحصلون خيار مكان التخزين تضغطون عليه فهين يا شباب تروحون على خيار مسح البيانات وتوافقون على خيار مسح البيانات بعد كده يا شباب تسوني عادة تشغيل الهاتف وراح تنحل معاكم المشكلة اذا باقي المشكلة ما انحلت تسحبون هذا الشريط مرة ثانية تروحون على الاعدادات بعدين من هنا يا شباب تنزلون شوي تحت لين ما تحصلون خيار الادارة العامة تضغطون عليه وهنا تنزلون اخر شي تحت تضغطون على خيار اعادة الضبط وبعد كده من هذه الواجهة تروحون على خيار اعادة الضبط شبكة واي فاي والبلوتوث فمن هنا تروحون على خيار اعادة الضبط ويتم إعارة ضبط البلوتوث والشبكة الآن تعيدون تشغيل الجهاز وبعد كده تقفلوا البلوتوث وتشغلونا من جديد ورح تنحل معاكم المشكلة فهذه كان الطريق يشاب كل اختصار لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم على خير مع السلام